أكد النائب إنصاف مايو رئيس المكتب التنفيذي للتجمع اليمني للإصلاح بعداً على أهمية النهوض بواقع عدن واستعادة دورها الريادي على مختلف الأصعدة وفي كافة المجالات انطلاقاً من أهميتها الاستراتيجية ورحب مايو في تصريح صحفي بمناسبة الذكرى الثانية والثلاثين لتأسيس الإصلاح بالحوار والتعاون مع جميع القوى والتيارات لخدمة أبناء المحافظة وقال مايو إن هذه المناسبة تأتي والإصلاحيون باقون على العهد في صف الوطن والدفاع عنه وحماية مكتسباته في مواجهة الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانياً وأشهد مايو بدور الإصلاح الوطني وتضحياته الجسيمة في معركة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب